الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلهي من الدين أما بعد فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بايعوا الناس كان غنيا فإنه كان أغنى المهاجرين نعم وكان متقنا للتجارة حتى إنه ورث ذلك فأسرته كانت أسرة تجارة نعم وقد قتل أبوه وأسره في رحلة تجارية سبحان الله قبل الإسلام قبل الإسلام نعم كان مع شريكه عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة وكان معه عفان بن عاصي بن يومية نعم بن عبد الشمس بن عبد المناف وكان معهما عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فجاء المحاربون فقتلوا عفان وعوفا وأسروا عثمان فحمل عليهم عبد الرحمن وكان شابا قويا فاستخلص منهم عثمان والأمال وقتل قاتل أبيه وقاتل عفان سبحان الله يعني قطع طرق نعم نعم فعثمان رضي الله عنه سئل فقيل هاجرت كما هاجر غيرك من المهاجرين من مكة فقيرا فكيف أصبحت أغلى الناس فقال بخمس كنت أعالج وأنمي ولا أشتري شيخا ولا أصدري ربحا وأجعل الرأس رأسين الله وهذه الخمسة جعلت منها نظرية في تنمية المال نعم مرة أخرى فضيت الشيخ كنت أعالج نعم وأنمي ولا أشتري شيخا ولا أصدري ربحا وأجعل الرأس رأسين نعم فلما تولى القلافة قال للناس أيها الناس إنني غني عن بيت مالكم فهو رد عليكم الله فلم يأخذ من بيت المال قرشا واحدا الله إلا ما كان يأخذه كأحد السابقين الأولين من المهاجرين وهذا الراتب الذي أعطاه عمرو الخطاب رضي الله عنه نعم كواحد من عامة الناس وكان هو ينفقه على أمهات المؤمنين فقد كان هو يتولى رعايتهن والعناية بهن هو عبد الرحمن بن عرف نعم حتى في الحج والعمرة كان هو الذي يدبر هذه الرحلات ويتولى أمورها وصرف عليها من مالي نعم وكذلك عبد الرحمن بن عرف نعم ف عثمان رضي الله عنه كان غنيا فلم يحتاج إلى شيء من بيت المال ولم يأخذ منه شيئا لا لنفسه ولا لأسرته وهذا جواب على الفرية التي ترميه بأنه أكل من بيت المال وأنه العكس هو كان يستدد لبيت المال نعم فكان في بعض الأحيان يقرض بيت المال من ماله وفي بعض الأحيان يدفع من ماله كما دفع في العهد النبوي جهزى ثلاثة آلاف جيش العسرة جيش العسرة جهزى منه ثلاثة آلاف برواحلها ورحالها وأقتابها وسلاحها ومزاودها وأزوادها حتى استحق رضوان الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم نعم الله أكبر فهو كان نفعا لا ضرا عثمان نفعه لبيت المال ولم يأخذ منه شيئا نعم كان نفعه له كثيرا ولم يأخذ منه شيئا كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا اجتمع بيت المال يأتيه بعدها صلى الضحاف مصلاه فيأتي بالشاهدين وما عدلان يشهدان على أنه وزعه على نفس المستحقات التي كانت في أيام عمر ويضع اللائحة بين يديه فيوزعه فإذا لم يقع بيت المال شيء نضح فيه من بقية وضوئه وقمه بردائه وصلى فيها ركعتين الله أكبر هذا كان دب عليهم دائما نعم يقوم بيت المال بردائه وينضحه ببقية وضوئه ويصلى فيها ركعتين الله أكبر سبحان الله